اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم الى الحدث اليمني وساعة مفصلة والبداية من اتفاق الرياض حيث التقى رئيس الوزراء اليمنية الدكتور معين عبد المالك في العاصمة المؤقتة عدن سفراء كل من الاتحاد الاوروبي وفرنسا والسويد والدنمارك المعتمدين لدى اليمن السفراء الاربع الذين وصلوا الى عدن لأول مرة منذ احداث اغسطس الماضي ناقشوا مع رئيس الوزراء وضع اتفاق الرياض واهمية الخطوات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق الذي يساعد على انتقال اليمني نحو تحقيق السلام الشامل سفير الاتحاد الاوروبي صرح بانهم بحثوا ايضا خلال لقائهم رئيس الوزراء دور الاحزاب السياسية في مواجهة التحديات اضافة الى مناقشة الملف الاقتصادي بعد يوم على الموعد المقرر لبدء تنفيذ الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض لا يزال الاتفاق الاخير بين الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي يروح مكانه وسط تباينات بين الطرفين يرى سياسيون انها قد تؤدي الى التعطيب للانسحابات وتسليم الاسلحة وبالتالي عرقلة الاتفاق الية الانسحابات العسكرية والامنية التي وقعتها الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي الخميس الماضي في الرياض تواجه تحديات ميدانية تهدد بعرقلة تنفيذها هذه الالية دخلت يومها الثاني دون اي تحرك ميداني للقوى الامنية والعسكرية في محافظتي ابيان وشبوى وكشف الطرفان المواقعان عن تباينات في طبيعة القوى المطلوب انسحابها والتي ستحل محلها الناطق باسم المجلس الانتقالي نظار هيثم قال ان قوات الحزام الامني والوية الدعم ستتولى المهمة الامنية عقب الانسحابات ما اثار غضب وانزعاج الحكومة الشرعية السلطة المحلية في محافظة شبوى ردت على الانتقالي ببيان تفصلي قالت فيه ان القوات التي ستنسحب هي الواء 21 ميكا فقط وتحديدا من من مناطق عزان وجنوب شبوى وسيعود الى عاصمة المحافظة عتق واضاف البيان انه سيحل مكان اللواء 21 ميكا قوات من اللوائين الاول مشاء جبلي والثاني مشاء بحري مؤكدا ان قوات الامن الخاصة وادارة الشرطة في المحافظة هي التي ستنتشر مصادر في الانتقال تتهم التجمع اليمني للاصلاح ومراكز قوى قريبة من الرئيس هادي بالعمل على افشال تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض لتعيين محافظين وتشكيل حكومة جديدة وهو ما يجعل عملية تسليم وتجميع الاسلحة في عدن مهمة معقدة تهدد بافشال الاتفاق مصادر سياسية كشفت ان ضغوطا كبيرة تمارس لتغيير رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بعد فتحه ملفات الفساد عقب عودته الى عدن على الرغم من الدعم الذي يحظى به من مختلف القوى السياسية والتحالف ايضا ينضم لنا من الرياض الباحث السياسي محمد صالح السعدي اهلا ومرحبا بك استاذ محمد استاذ محمد يعني تباينات كما تحدث التقرير وكما تشرحها ايضا ارض الواقع تعيق تنفيذ هذا الاتفاق او توقيع الجزء المخصص بالجانب الامني والعسكري ما هي هذه التباينات القضية ليست هنا بالتباينات لكن تصريحات النادغة رسمي المجلس الانتقالي اساءت كثيرا خلال اليومين السابقين بانه يجب ان ينسحب الجيش وينسحب الامن وان يحل الحزام الامني والميليشيات محل هذه القوات اعتقد ان اتفاق الرياض واضح بلوده واضحة ان يكون هناك اعادة دمج للاحزمة الامنية والميليشيات ضمن اطار مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية وان يتم ترقيمهم واعادة هيكلتهم تحت اشراف الدولة وان تخضع الى السلطات المحلية لا يعني ذلك بان سلطات المعنية ستتخلى عن قواتها او ستتخلى عن الوحدات العسكرية الرسمية بالعكس هي ستكون جزء من هذه القوات جزء سيذهب الى الجبهات وجزء سيكون مع قوات الرسمية الموجودة التي تشرف عليها السلطات المحلية تخضع للمؤسسة الامنية والعسكرية للأسف التصريحات لا تدفع الى تنفيذ اتفاق الرياض بالعكس هذه تصريحات اعتقد انها خاطئة وليست سليمة وبعيدة كل البعد عن بنود اتفاق الرياض التي رعاته المملكة العربية السعودية وبعيدة عن ما احتوته المصفوفة التي تتضمن آليات التنفيذية لاتفاق الرياض في شقها الامني والعسكري والشق السياسي نعم اذا سينضم الينا ايضا من عدن استاذ نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اهلا ومرحبا بك استاذ نزار استمعت الان الى هذا الحديث في ان هناك تباينات هي ما عرقلت واخرت تنفيذ هذا الشق الامني والعسكري ردكم على ذلك اذا كان هناك تباينات فهي في اطار الشرعية ذاتها المجلس الانتقالي الجنوبي دائما هو المبادر وبشكل ايجابي مع التحالف العربي لتنفيذ بنود اتفاق الرياض للأسف هناك اطراف متمردة على الشرعية وعلى التحالف العربي هي من نواجهها الآن واعتقد ان المرحلة الثانية من اتفاق الرياض يعنيها بالكامل واعتقد انها لا بد ان تنسى لارادة الجميع حتى تتوجه المعركة باتجاه الشمال وليس للجنوب تلك القوات القادمة من محافظات الشمال دورها الحقيقة في مواجهة الحوثي وليس في غزو الجنوب كما يعملون الآن نعم اعود اليك ايضا استاذ محمد هناك اتهام ربما موجه الان القضية كلها تحت مظلة واحدة تحت مظلة المملكة العربية السعودية هي من ترعى هذا الاتفاق الآن الانتقالي والشرعية متى سيبحثان الآلية الجدية في تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض دون خطابات مغرضة دون ان يكون هناك اطراف تتهم بعضها البعض يعني الاستاذ نزار الآن يقول ان هناك اطراف داخل الشرعية هي من تعيق هذا الاتفاق ولم تزيل الالغام من على الأرض على الأقل للأسف لم يتقير خطاب الانتقالي لازل خطاب الانتقالي يقول بان هناك اطراف داخل الشرعية متآمرة اولا الشرعية تضم كافة القوى السياسية لا توجد قوى سياسية تملك ميليشيات كالانتقالي الانتقالي منشن المعركة في احداث قصص والذي اعلنها بشكل واضح بان حادث الجلال الذي يقتل فيه ابو اليمامة نفذته جماعة الحوثي ولكن رفع سلاحه ضد الشرعية الدولة قاتل ضد الشرعية للأسف هذا هذا الأمر الذي لم نستطع أن نفهمه وتمكنت الشرعية ولها الحق باستخدام قواتها أينما كانت يتمثل الدولة في ربوع اليمن من الصعدة إلى المهرة تمكنت من تحرير كثير من هذه المناطق وصولا إلى داخل العاصمة عدن ولولا بعض التدخلات وتدخل التحالف كان اليوم العاصمة عدن تحت سيطرة الشرعية الشرعية كدولة وتحترم التحالف على رأس المملكة العربية السعودية قبلت بهذا الاتفاق ووقعت على هذا الاتفاق وشكلت لجان برئاسة مستشار الرئيس أحمد عبد بن دقر لوضع المصفوفة وهي مستعدة لهذا التنفيذ وفق البنود الواضحة والتي تعلم بشكل واضح أن جميع الميليشيات الموجودة يجب أن تنضوي تحت مؤسسات الدولة السؤال هنا الذي وجهه إلى الناطق الرسمي الانتقالي هل تقبلون بأن ما لديكم من قوات تخضع إلى مؤسسات الدولة الشرعية والحكومة؟ هذا هو السؤال الكبير الذي نسمعه من تصريحاته بأن الحزام الأمني سيبقى حزام أمني هذا غير موجود في بنود الرياض وغير موجود في المصفوفة ماذا يريد بالضبط من هذه التصريحات؟ الشرعية ملتزمة أو لو تجد لديها أي إشكاليات إلى الآن؟ هم يقولون على القوات التي في شبوه وإبيان أن تنسحب ستنسحب بعض الوحدات وفق الاتفاق لكن لا يمكن السلطة المحلية أن تسحب قواتها وأمنها وتسلمها لمن؟ تسلمها لميليشيات؟ مستحيل إذن ضيفي الكرام ستبقى معي هناك صور ستعرض الآن لمظاهرات إيران واشتداد هذه المظاهرات كما تتابعون معي الآن ملاحظة هنصب الاتفاق ملاحظة مرحبا جيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واعادة تشكيلها على ماذا تم الاتفاق والتوقيع اذا لم تكن الاطراف متفقة من البداية بالعكس الطرف المتمثل في المجلس الانتقال الجنوبي موافق تماما على بنود الاتفاق لكن الطرف الاخر هو الذي يتواجد في ارض الجنوب وعليه ان يرحل الى مناطق الشمال لواجه الحوثي طبعا هناك مفهوم مغلوط لدى الاخوة وللأسف الحزام الامني هو عبارة عن خطة امنية تحتوي على مجموعة كبيرة من القوات الامنية تسمى الاسناد والدعم والتي هي قوات شرعية بالاساس عندما يسميها الاخ ميليشيات فهو في حقيقة الامر يردد ما يقوله ابواق الاخوان المسلمين الذين قنواتهم دائما تسئل طيب ولماذا لا تقرب هذه المسافات استاذ نزار اين الخلل لماذا لا تقرب هذه المسافات الآن نتحدث عن قوة بحاجة الانضمام الى كيان واحد تحت مسمى دولة واحدة اين المشكلة في المضي قدما لانه هذا الاتفاق يعني للناس الكثير وهناك اجماع دولي على انه الخلاص الوحيد لليمن بالوصول الى عمليات سلام شامل بكل تأكيد نحن اولا توفر الامن والاستقرار لمواطنين وهذا ما عملناه جاهدين بعد ان تمكننا من طرد الحوثي من ارضنا ولكن للأسف واجهنا من قبل اطراف الشرعية معاداة غريبة جدا بدلا ان تواجه الحوثي واجهت سلاحها ضد الجنوبيين هذا ما نواجه نحن في الجنوب وما ابلغنا فيه التحالف وهذا ما جعل الامور تتسارى باتجاه خلق ازمات في الجنوب فقط وترك الحوثيين للأسف ايضا يضغطون باتجاه الجنوب وكأننا نحن في مرمى هذه الاطراف لماذا لا يتم التصريح عنها يعني الان حوار يحضره الاف الناس المتابعين لهذا الشأن والمهتمين بان تعود اليمن ارض مستقرة وارض فيها سلام وامان والامان تحت كلمة كبيرة من هي هذه الاطراف التي تتعيق هذا الاتفاق او تعرق الاتفاق الرياض برمته الاطراف التي تعادي المشروع العربي الذي تقوده من الملك العربي السعودية هم الطرفين اساسيين المشروع الايراني تقود الحوثيون وايضا المشروع للأسف مشروع الخلافة يقوده لإخوان المسلمين وممثلا بحزب الإصلاح هذان المشروعان نقيضان ويواقهان المشروع العربي بكل ضروة أدواتهم اللاسف لا زالت موجودة في مناطق الجنوب ونحن نسعى مع التحرف العربي لإزالتها بكل تأكيد اذا اعود اليك ايضا استاذ محمد الآن هناك كلام مباشر والتهام مباشر يعرق المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق إذا كان هناك طرف الانتقال يتحدث عنه أنه معرق وهو من يعيدنا إلى نقطة الصفر الآن في هذا الاتفاق لماذا لا يتم التفاهم معه أن الأحزاب السياسية كلها تحت مضلة التحالف تعمل في تحقيق مصلحة اليمن الآن أولا أختي ناطق الرسمي الانتقالي يتحدث الآن بشكل رسمي بأن الحزمة الأمنية لن تدخل ولن تقبل أن تكون جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وهذا خالف بنود واضحة في الملحق الأمني والعسكري والذي نصت على دمج القوات وإخضاعها إلى المؤسسة العسكرية والأمنية للأسف أعتقد أن تصريحه خاطئ لا يدعم الاتفاق ولا يدفع إلى التنفيذ قضية التهرب إلى وجود الإخوان وجود يقفز هنا ويقفز هناك هذه بلين منها هذه نفس استوانة الحوثي بالضبط الحوثي دخل صنعاء باسم واجهة الإخوان ومن ثم حاول أن يبتلع اليمن وأدخل اليمن في هذه الحرث وهاجم الأشقاء وخلط الأوراق وفي الأخير ظهر أنه يتبع جماعة إيران ورفع راية يعني رفعت رايته في داخل طهران اليوم نسمع نفس القصة ونفس الطريقة هنا لدينا شرعية ولدينا تحالف أعلن بشكل واضح دعمه للشرعية الشرعية لديها أحزاب وقوى سياسية شكلت تحالف وطني معلن هذه القوى تدعمها التحالف موجودة في المملكة العربية السعودية موجودة في اليمن إذا لهم رأي الانتقالي عليهم أن يقولوا للمملكة لماذا تدعمون جماعة الإخوان المسلمين ضدنا هل هو يتهم المملكة العربية السعودية الآن بدعم الجماعات الإخوان هذا كلام قير منطقي هذا كلام يدخلنا في أزقة محاولة للتملص من الاتفاق كاسب وقت أنا لا أعلم بالضغط ما هذا يريد أنا لست ناطق رسمي باسم الحكومة أنا مجرد محلل سياسي لكن هو ناطق رسمي للإنجلس الانتقالي كل كل ما يقولها يجب أن يكون حريص فيها ما قاله الآن شيء يفاجئني البند واضح في دمج القوات ودمج ملد الانتقالي والأحزيم الأمنية ضمن إطار الدولة والشرعية وافقت على ذلك أبناؤها وكلهم يمنيون وترى لهم جميعا من منظور واحد لكن أن يقول الآن أن الحزمة الأمنية لا تريد أن تدخل أعتقد أن هذا مخالف لبند الاتفاق وأعتقد أن تصريح خاطئ عليها أن يتراجع الشكر الجزيل لكم ضيفي الكرام كنت معي من الرياض البحث السياسي محمد صالح السعدي ومن عدى النزار هيثام المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي شكرا جزيلا لليوم الرابع على التوالي يواجه اليمن انقطاعا لخدمة الانترنت في معظم المناطق وسط تبادل اتهامات وجدل حول أسباب الانقطاع حيث اتهم نشطون يمنيون ميليشيات الحوثي بتعمد تعطيل هذه الخدمة وعزل اليمن عن العالم خدمات شبكة الانترنت الدولية ضحية أخرى من ضحايا ممارسات وفساد ميليشيات الحوثي الانقلابية ونهبها للأموال العامة فمنذ نهاية الأسبوع الماضي توقف نحو ثمانين بالمئة من خدمة الانترنت في معظم مناطق اليمن من بينها صنعاء وعدن التين انقطع سكانهما عن العالم بشكل كلي لتعذر عملية التراسل عبر الشبكة العنكبوتية انقطاع خدمة الانترنت صاحبه جدل حول أسباب هذا التوقف المفاجئ فبينما زعمت الميليشيات الانقلابية أنه ناتج عن تعرض الكابل البحري الموصل للخدمة للقطع خارج اليمن وأنه يجري متابعة إصلاحه وعودة الخدمة لم يصدر عن الحكومة الشرعية أي تعليق خبراء اتصالات في اليمن كشفوا عن وجود خلاف بين المؤسسة اليمنية للاتصالات وشركة يمن نت التابعة لها والخاضعتين لسيطارة الميليشيات الحوثية والمشغل الدولي لخدمة الانترنت شركة فالكم وأعزوا سبب توقف النت إلى تهرب ميليشيات الحوثي المسيطرة على تيليمن من سداد 150 مليون دولار مديونية مستحقة لشركة فالكم الدولية انقطاع خدمة الانترنت فاقم معاناة اليمنيين الذين يعتمدون على التحويلات المالية الواردة إليهم عبر شركات الصرافة والتي شك مالكوها من تعطل أعمالهم نشطاء التهم الحوثيين بتعمد قطع الانترنت في محاولة لعدل اليمنيين عن العالم مستدلين على ذلك بعدم وجود أي مصدر خارجي يؤكد انقطاع الكابل البحري في منطقة قناة السويس كما زعم الحوثيون ميليشيات الحوثي شنت مؤخرا حملة ضد مزود الانترنت المحليين وأغلقت نحو 50 ألف مركز في مناطق سيطراتها بهدف إحكام السيطرة الكاملة على الاتصالات أمنيا وماليا حيث تقدر العائدات السنوية للحوثيين من هذا القطاع بأكثر من 80 مليون دولار ينضم أولينا من القاهرة الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبد السلام الأثوري أهلا ومرحبا بك دكتور عبد السلام دكتور عبد السلام يبدو أنها نفس الأجندة التي تلعب داخل إيران هي نفسها الأجندة التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين بداية عزل اليمن عن العالم إذن انقطاع المعلومة انقطاع الاتصال وبالتالي تأثير اقتصادي ودمار وخراب شامل إلى ماذا تهدف هذه الميليشيات ما هي حقيقة هذا الوضع الآن داخل اليمن مساء الخير أسمى مساء الخير للكمهورة الكريم انقطاع الانترنت بحدود ثمانين في المياه سبق حملة سابقة للميليشيات ووزير الاتصالات التابعة للميليشيات في الشهر الماضي أن هناك توقع وهناك أيضا ابتهامات وقهات أساسا لموزع شبكة الانترنت الواي باي بأنهم أساسا يمثلوا حالة من التقسس ويبيعون منتقات محظورة عبر الاتصال أو عبر شبكات الانترنت وبالتالي لا بد ما يتم تدخل للتحكم بشبكة الاتصال أو بشبكات الانترنت هذا الأمر أفضل بدرجة أولى إلى كشف أن ما حدث ليس له علاقة بما سألت قطع الكابل لو كان قطع الكابل يعني عرفنا ذلك من خلال أيضا الأخبار ومن خلال وسائل الاتصال مباشرة من خلال الشركة نفسها وهذا أمر لا يمكن يعني يخفى بأن الشركة لا تعلن أن هناك مشكلة حصلت في الخط الكابل إذن هناك أيضا ثلاثة خطوط أخرى كابلت مرتبطة أساسا شبكة الانترنت بها غير فالكون وكلها أساسا تزود اليمن بخدمات الانترنت المشكلة الأنصار حالة غموض كبيرة جدا يتحمها بالدرجة الأولى ومسؤولية كبيرة تناط أساسا أو يعني تعزى بالدرجة الأولى لحالة قصور شديدة لدى حكومة الشرعية أو وزارة الاتصالات وحكومة الشرعية التي لم توضح حقيقة ما يحدث هل هناك أيضا انقطاع للكابل حتى يكون هناك مبرر حقيقي لهذا الانقطاع أم أن هناك أيضا عمل موجه وعمل مبرمج تتخذ ميليشيات في تحكم بشبكة الانترنت وأيضا في مسألة غلق يعني البلاد من الاتصال أو من العلقة مع الخارج وبالتالي هذا الأمر يجعل الأمر أشبه بحالة النمط التي تعيشها إيران التي سيطرت على شبكة الاتصالات وشبكة الانترنت وحتى أيضا على القنوات الفضائية التي يمنع استخدامها في إيران الأمر واضح بهذا الاتقاء أن هناك عمل موجه وعمل مبرمج ولو أن المسألة متعلقة بقضية كابل فالكون لكان الأمر يعني عُلق من خلال نقطة الأخرى التي يعني تزود فيها الانترنت في اليمن هناك نقطة في نقطة أخرى غير الفالكون هناك أكثر من ثلاثة يعني خطوط أو كابلات بحرية تمد اليمن بالانترنت وأيضا بشبكة الاتصالات الخارجية هل نعتبرها حركة الضغط الآن خاصة أن هذه الميليشيات وجهت من قبل حملة اللي هم مزودين الانترنت دكتور عبد السلام عندما قاموا بالإضراب عندما قاموا بإعلاء صوتهم ضد هذه الميليشيات هل هي الآن حملة موجهة ضدهم فبالتالي ضغط عليهم خاصة لها تأثير مباشر الآن على التحويلات المالية التي تتم عبر شركات الصرافة أيضا يبدو أن هناك عمل تقوم فيه الميليشيات من حيث السيطرة على شبكة الانترنت من حيث وضع أجهزة متابعة وتنصت حقيقي أو مراقبة لشبكة الاتصالات وشبكة الانترنت التي تفضي في الأخير إلى نوع من الرقابة المشددة لأن أنا تابعت مسألة الحملة الإعلامية التي كانت في الشهر الماضي على موضوع الانترنت وأنه يجب أن يتم السيطرة على شبكة الانترنت وعلى التحكم بمسارات شبكة التزويد للانترنت وبالتالي لاود من التحكم المباشر والمركزي في هذه الخدمة بغض النظر وبنفس الوقت أيضا الميليشيات ذهبت إلى رفع أسعار الانترنت بزيادة القيمة التي تمول فيها الانترنت لعموم الناس وشبكات بحدث واحد من ثلاثين في المية وهذا مبلغ كبير أو سعر كبير جدا لا تستطيع إلا أن تفسري أن هناك توقع حقيقي وفعلي لمسألة تحقيب يعني انسياب المعلومات ومنسياب الشبكة أو البيانات التي تمتقل من خلال شبكة الانترنت وهذا أمر يدل على أن هذه الميليشيات لا تريد إلا أن تعمل حالة تحكم بكل وسائل الاتصال داخل البلد وتمنع علاقة الداخل بالخارج وأيضا تريد أن تتحكم بمسألة انتقال الأموار عبر الرقابة مباشرة من خلالها وهذا يمكن يفسر بالتفسير الآخر مسألة يعني قعل حركة الصرافة وحركة البنوك كلها تعيش في هذه الأيام ظروف أو وضع سيء جدا النتيجة لهذه الإشكال التي فرضتها هذه الميليشيات ويجعل الأمر يؤدي إلى نتائج كارثية في إطار العلاقات التجارية أو علاقة الداخل بالخارج سواء من علاقة المصارف أو علاقة الشركات التجارية وغيرها أشكرك نحن نطالب الحكومة الأساسية في هذا الموضوع هي التي تتحمل المسؤولية في هذا الموضوع والوزير الاتصالات للأسف الشديد إلى اليوم لا ندري ما هي وظيفة الأساسية حتى ندرك أن هذه الوزارة التي موجودة لدى الشرعية لها دور أو لها وظيفة أو لها مسؤولية وهذا الوزير إلى الآن خارج إطار المسؤولية لا نشعر بأي مسؤولية يقوم فيها خمس سنوات وهذه الميليشيات وقد ألقين الضوء على ذلك كثيرا دكتور عبدالسلام ألقين الضوء على هذه النقطة تحديدا وعن مسؤولية الشرعية على قطع الاتصالات وما يدره قطع الاتصالات ولكن هناك صمت غريب أشكرك جزيلا الشكر كنت معنا من القاهرة الخبر الاقتصادي اليمني دكتور عبدالسلام الأثوري شكرا جزيلا إذن مشاهدنا ما زالت المظاهرات مستمرة ونسألت قلبكم الآن إلى مدينة شيراز داخل إيران بدء خروج تظاهرات في هذه المدينة كما تتابعون معنا الآن شكرا جزيلا إلى موضوع آخر يعاني منه المعلمون ضراب مفتوح بدأه المعلمون والمعلمات في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة بدعوة من نقابة المعلمين للمطالبة بزيادة في المرتبات ودفع المستحقات والعلاوات المتوقفة منذ سنوات تفاصيل أكثر مع الزميل رتفان الدبيس إضراب مفتوح بدأه المعلمون والمعلمات في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة بدعوة من نقابة المعلمين المطالبة بزيادة في المرتبات ودفع المستحقات والعلاوات المتوقفة منذ سنوات عملنا عدة مناشدات وكانت رسالتنا أننا سوف نضرب في بداية الفصل الثاني نتكلم أن الفصل الأول كانت فيها مشاكل ومعارك فأجلنا للفصل الثاني ووجهنا رسالتنا هذه المرة بعد اتفاقية الرياض إلى التحالف والانتقالي والحكومة بأن ينقذوا المعلم لأن راتبها زهيدة جدا وحقوقها مسلوبة لليوم الرابع على التوالي يتواصل الإضراب الذي تسبب بغلق المدارس وتوقيف الدراسة في معظم مناطق المحافظات المحررة وزارة التربية والتعليم تعترف بمعاناة المعلمين والموظفين التربويين وأحقيتهم في تحسين ظروفهم لكنها تؤكد عدم استطاعتها تلبية طلباتهم في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد ربما نختلف فقط في توقيت الأضراب لأن الرضع له الحالي الآن ندرك تماما أن الحكومة لا يوجد إمكانية أنها تلبي هذه المطالب رغم أترافها بها وعلى الأخوان في النقابة أن يكونوا عندهم نوع من المرونة بحيث لا يتأثر أطفالنا وأولادنا بالانقطاع عن العملية التعليمية عشرون ألف معلمين من النازخين لم تصرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر ما يشكل تحديا أمام وزارة التربية والتعليم رغم الضغوط التي تتعرض لها من نقابة المعلمين وتعثر اعتماد المبالغ المستحقة من وزارة المالية والبنك المركزي لدفع رواتب المعلمين النازحين تم تسكين اللقنة قبل معالي وزير التربية والتعليم ومعالي الأخ وزير المالية وتم اليوم القلوس بين اللقنتين في ديوان عام وزارة المالية وقد خارجنا بآلية موحدة وهي كالتالي أول حاجة نطالب المحافظات بالرفع بكشوفات المعلمين النازحين الذي يثبت حضورهم ومباشرتهم للعمل في هذه المحافظات يتقضى المعلم اليمني راتبا لا يتياوز المئة دولار في الشهر وذلك منذ ما قبل الحرب في حين أن أسعار الصرف تضاعفت أكثر من سبعة أضعاف منذ انقلاب الحوثي على الدولة ردفان دبيس الحدث عدن من عدن ينظم إلينا ردفان دبيس مرسل الحدث ألا ومرحبا بك ردفان ردفان حتى الفرصة الوحيدة للطلبة للتوجه إلى مدارسهم حتى لا يذهبوا إلى براثن الحرب ونحن نشهد ذلك في ممارسات الحوثي ومراكز صيفية وتجنيد ومتارس بدل المدارس الآن 20 ألف معلم من النازحين يشتكون مر الشكوى مئة دولار وراتب المعلم مئة دولار في الشهر شيء كارثي أنت أثناء حديثك مع رئيس الوزراء ردفان يعني ما كانت الإجابة أو كيف وصف الوضع ما هي المعوقات في عدم تسليم رواتب المعلمين حتى اللحظة نعم أسماء الرئيس الوزراء والحكومة تعمل بشكل كبير جدا هناك كثير من الملفات هناك كثير من التحديات بما فيها راتب المعلم قبل قليل سمعنا هناك تواصل من رئيس الوزراء بنقابة المعلمين من أجل الجلوس يوم غدا وحل مشاكل المعلمين المشاكل كثيرة لدى المعلم خاصة مع الحرب هناك أكثر من 700 معلم نقلوا من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي إلى هنا إلى عدن وإلى المناطق المحررة ولم يستلموا رواتب منذ ثلاثة أشهر المشكلة الأخرى هناك مطالبة من قبل نقابة المعلمين بالعلاوات التي هي متوقفة منذ العام 2015 أيضا من تم توظيفهم في عام 2011 ما زالوا لا يستطيعون أن يتقاضوا رواتب موازل الرواتب التي يتقاضها المعلم بمعنى هناك لقص كبير جدا الشيء الآخر وهو النازح الذي نزح من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي مشاكل كثيرة لدى المعلمين البلد تمور بمرحلة صعبة جدا المدارس ما زال مغلقة حتى يومنا هذا وما زالت نقابة المعلمين تدعو إلى الإضراب الشامل حتى يتم حل كل هذه المطالب ومطالب أخرى لكن هذه هي المطالب الرئيسية الحكومة تعمل بجهد كبير صحيح لكن لديها مشكلة وهي الجانب المالي التي أصبحت تعالج كثير من المشاكل بما فيها مشاكل المعلمين الوزارة قالت هذه حقوق صحيحة عندما سألناك أكثر من وكيل داخل وزارة التعليم تربية والتعليم قالوا لنا هذه مشاكل نعم يعانيها المعلم الوضع الاقتصادي في البلد أصبح كارثي جدا قراء الحرب قراء انقلاب ميليشيات الحوثي أصبح راتب المدرس لا يوفي حتى ولو بالشيء البسيط لأن يعول أسره أو حتى يستطيع المعلم أن يتقاضى بخلال الشهر ناهيك على الانقطاع المتواصل هناك كثير من النازحين وصلوا إلى عدن وهم يحاولون أن يكون لهم مأوى حتى يستطيعوا أن يعولوا أهالهم لكن مشكلة التراكمات والتحديات الكبيرة لدى الحكومة لدى وزارة التربية والتعليم لدى وزارة المالية البنك المركزي جعلت هذا التأخر كما تقول الحكومة ولكنها تقول ستعمل بكل جهد من أجل معالقة هذه المشاكل وحل مشاكل المعلمين لتستمر الدراسة لأن الطلاب بحاجة الذهاب إلى المدارس ميليشيات الحوثي دمرت الأطفال دمرت المدارس التي حولتها إلى ثقونات عسكرية ناهيك عن تجنيد الأطفال الذين أصبحوا يقتلون في كل مكان أصبحت عدن والمناطق المحررة نموذج لذهاب الطلاب إلى المدارس وليس إلى الجبهات نعم رتفان هل في الأخير سيجد المعلم من ينصفه حتى ولو بجزء من راتبة شيء يسير يخلي حياته تمشي طبيعي نعم أسماء منذ اتفاق الرياض والكل يتفائل المشاكل ستحل جميعها هذا ما يؤكده التحالف العربي بقيادة السعودي وكذلك الحكومة والمجلس الانتقالي والكل هنا في عدن والمناطق المحررة جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة المالية من قبل رئيس الحكومة شخصيا لحل هذه المشاكل لكن التأخر في حل هذه المشاكل سبب مشكلة لدى المعلم بينما الحكومة تبحث في ملفات أخرى وملف المعلمين هو من أهم الملفات حتى تستطيع أن تحافظ على الأطفال على الأجيال الذين أنهكتهم الحرب وأنهكتهم ميليشيات الحوثي عندما دمرت القانب الاقتصادي وأصبح المواطن يعاني في كل الاتقاهات نعم أشكرك جزيل الشكر على هذا الإضاح كنت معنا من عدل رتفان الدبيس براسل الحدث شكرا رتفان فاصل قصير ونواصل النشرة شكرا للمشاهدة 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 القطاع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة بلغت شكرا للمشاهدة لعدد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة نتحدث نتحدث شكرا للمشاهدة 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 سريعا لو سمحت أستاذ عبد الرحمن الحقيقة لا زال عملية التهكير تزايد كل يوم يوما في آخر تزايد أعداد المهقرين من المحافظات الواقعة حصترة الحوثي ونتوقع أن تستمر هذه الأعداد في التزايد ما لم يعمل المجتمع الدولي على كسر شركة الحوثيين ودعم شرعية بحيث تستطيع أن تبسط سيطرتها على كل ربوع لمن الحبيب شكرا جزيلا كنت معنا من تعز أستاذ عبد الرحمن المقتري أمين عام نقابة المعلمين في تعز شكرا جزيلا لا تزال حرب الحوثيين تدفع المزيد من المواطنين للنزوح من مناطقهم ففي محافظة حجة استقبلت مديرية عبس المزيد من النازحين الهاربين من بطش الميليشيات هذه خيام النازحين من مديرية عبس في محافظة حجة بعد هروبهم من بطش الميليشيات الانقلابية الميليشيات تحاول تعويض النقص في مقاتليها بتدشين حملات تجنيد نجباري واعتقالات عشوائية وهذه قرى المهاشمة في مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف والتي عاد أهلها لها بعد إكمال تأمينها وتفكيك حقول الألغام مثل ما بتشاهدوا أنواع الألغام هنا ألغام فردية مثل ما هم والله وهناك ألغام عربات وهذه عبارة عن عبوات ناسفة يتم فيها تفقيق المنازل من قبل الحوثيين وتفقيرها أما هذه الصور فهي لقرية مريسغة التي تتبع إداريا لمديرية قطابر في محافظة صعدة والتي عمدت الميليشيات لتفقيق أغلب منازلها وها نحن ندخل أول بيوتها بعد إزالة الألغام هذا أول دخول إعلامي لقرية مريسغة قرية مريسغة تقع بين باقم وقطابر كانت تستخدمها الميليشيات الانقلابية كمحطة لتزويد مقاتليها بالذخائر والمؤن تم تحريرها منذ فترة كبيرة ولكنها حق الكبير للألغام كنا قد وثقنا صور من فوق الجبال الآن نحن في المناطق التي تم تنقيتها من الألغام لقناتين عربية والحدث محمد العرب من قرية مريسغة في مديرية قطابر بمحافظة صعدة من مديرية بارط العنالم ومحافظة الجوف ينضم إلينا مراسل حدث محمد العرب أهلا ومرحبا بك محمد محمد هذه الصور التي عرضت للخيام الخاصة بالنازحين يبدو أنها غير مؤهلة أصلا للجلس هناك أطفال عمرهم صغير ونحن نعلم شدة البرد الآن وهذه الأجواء القاسية والقارسة هناك نعم أسمى طبعا موضوع النازحين الذين يتدفقون من مديرية عبس في محافظة حجة تحديدا أصبح يعني موضوع الساعة بالنسبة لمركز باكسامال اللغاثة والعمال الإنسانية قام بتدشين اثنين من المخيمات لا زالت الأعداد تتدفق بشكل أسبوعي مما يجعل الطاقة الاستيعابية المخيمات تصغر شيئا فشيئا الآن هناك مخيم جديد لاحتواء النسخة الجديدة من النازحين طبعا حتى لا أضيع تواجدي في مركز عفي مركز عفي في برط العنان الذي حرر وعاد أهله له إلا أن المنازل تم تعهيلها على عجل ليسكنوا فيها كنا اليوم في جولة حصرية في هذا المركز بعد تحرير سلسلة جبال قشعان وسلسلة جبال حبش أصبح المركز مؤمن بعيد عن خطر صواريخ الكاتيوشة وقذائف الهاون التي تطلقها الميليشيات في شكل عشوائي هناك قصص لمعاناة أهالي المركز من قبيلة إدهم تحديدا من قبيلة ذو محمد الذين أحد قبائل إدهم العريقة جولتنا كانت أيضا توثيق لعودة الحياة بشكل طبيعي لأسواق عفي وكذلك ازدهار أسواق اليتمى التي أصبحت اليوم هي المركز التجاري فيها جوب لإضافة إلى مركز المحافظة نتحدث عن مديرية الحزم موضوع تدفق اللاجئين ليس في محافظة حجة فقط وإنما في محافظة الجوف وبشكل أكبر لسيما بعد تقدم الجيش الوطني وإيجاد مسالك آمنة لهروب المدنية من بطش الميليشيات الإنقلابية قضية تعويض النقص من مقاتلها بتتشين حملات تجنيد إجبارية أليست هذه المناطق الآن المعتبر أنها آمنة محمد؟ هناك حملات مستمرة من قبل الميليشيات خاصة لقبائل صعدة وقبائل الجوف التي لا زالت في المناطق غير المحررة الحملات لم تشكل إضافة بالنسبة للميليشيات لذلك يلجون إلى الاعتقالات العشوائية بعد أن رفض الشيوخ القبائل ووجهاء القبائل الانخراط في هذه الحملات الترويجية لمعارك عبثية من قبل الميليشيات هناك سجون ومعتقلات في مديريات في صعدة وأيضا في مديرية برط العنان مركز برط العنان لأن باقي المديرية تم تحريره مركز القرن إضافة إلى مركز اليوم عفي الذي تواجدنا فيه وأيضا سلسلتي جبلية حبش وقشعان التي تحيط بمركز برط العنان كالسوار حول المعصم سؤال الأخير محمد قرية مريسغة الآن تحدثت عنها أنه تم الدخول إليها وتمت إزالة الألغام منها كيف تم ذلك؟ مريسغة كانت محطة للميليشيات الانقلابية كانت تتزود بها بالذخائر وأن تم تفكيك الألغام في أكثر من 70% من القرية القرية لأنها جبلية ومحاطة بجبال وأيضا تتقاطع بين مديريتي باقم وقطابر هناك حساسية لعودة المدنيين لأن بعض الجبال موجودة عند الميليشيات وخشية القصف العشوائي لأن قرية الآن محررة بالكامل ومنقات بالألغام بدرجة 70% بمجرد أن تزحف الميليشيات أبعد يمكن للمدنيين العودة لأنهم يكونون بمأمن من قذائف الكاتيوشا وقذائف الهوان العشوعية التي تمطر ميليشيات المناطق التي لا تخضع لسيطرتها نعم شكرا جزيلا لك محمد كنت معنا من برط العنان ومحافظة الجوف مرسل حدث محمد العرب شكرا جزيلا تعاني مدينة حيس في الساحل الغربي من وضع صحي متردي بسبب خروق الميليشيات للهدنة الأممية بالحديدة حيث تعرضت المرافق الصحية بالمدينة لقصف الحوثيين المتواصل ما فاقم من معاناة المرضى وأعاق وصول الدواء والأطباء إليها حيس إحدى مدن الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة تعاني هذه المدينة من وضع صحي مترد كونها لا تزال تحت مرمى نيران ميليشيات الحوثي وإحدى مناطق التماس الأكثر اشتعالاً رغم الهدنة الأممية الهشة في الحديدة عدم توفير الأب للأشياء المعنية لعياله وأهل بيته في نواقص عندهم لكي بنسبة لهذا الشيء عشان كده الطفل يعاني من أسباب سوء التغذية الحاجة لم تنجو المرافق الصحية المتمثلة بالمستشفى العام والوحدة الصحية في حيس من قصف ميليشيات الحوثي المتواصل ما يعيق وصول الدواء وباقي الأطباء للعمل وأيضاً يزيد المخاطر على المرضى الذين يقدر عددهم في اليوم الواحد بنحو مئة حالة مرضية يتم استقبالهم في مستشفى حيس العام والوحدة الصحية وهم إما جرحى بسبب قصف الميليشيات أو مرضى بالفيروسات الوبائية كحم الضنك والكوليرا والدفتيريا والملاريا مستشفى الريفي بحيس اللي نحن الآن فيه قد تعرض لدمار شبه كامل أثناء الحرب طبعاً وهناك تضرر كثير من الأقصام التي موجودة فيه وتعطلت وتوقفت تماماً عن الخدمة عندنا لدينا كاسم العمليات والرقود الشغال بالكامل نتيجة الحرب ونتيجة الاستمرار الهاونات عشرات الأطفال من أبناء هذه المدينة يعانون من سوء التغذية في ظل وحدة صحية لا تملك إلا غرفة واحدة وتستقبل هذه الوحدة التي لم تنجو من قصف الميليشيات نحو خمسين حالة مرضية يومياً الأخبار من الحدد بعد يومين من موعدي بدء تنفيذها تباينات بين الشرعية والانتقالي تعرقل آليات الانسحابات العسكرية من شبه وأبيان اليوم الرابع على التوالي انقطاع الانترنت عن اليمن وناشطون يتهمون الميليشيات بتعمد عزل اليمنيين عن العالم أكثر من ستة وخمسين ألف انتهاك ان ارتكبتها الميليشيات بحق منتسب قطع التعليم خلال عام واحد شكراً لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة